السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام حج 2023 وأخبار هامة من شركات السياحة حول أصعار حج 2023 وأخبار هامة من وزارة الحج والعرب السعودية ومن المملكة العربية السعودية قبل التفاصيل ومعرفة أخباء الأخبار أتمنى لا تنسوا دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليس لكم كل جديد لو بتشوفوا القناة الأول مرة أتمنى عمل جولة سريعة على محتوى القناة بإذن الله ستنال أعجبكم أصبحنا في العادة التنازلي لحج 2023 ونشرنا اتباعا على القناة ما يتعلق بالحج لهذا العام وكانت آخر الأخبار الأصعار النهائية لحج 2023 التي أعلنتها المواقع الإخبارية وشركات السياحة إليكم آخر الأخبار ونبدأ سويا بأخبار من شركات السياحة تدول ببعض مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بأن شركات السياحة قامت على رفع أصعار حج 2023 مما وجب من شركات السياحة الرد على هذا الأمر في منشور لها نشر على المواقع الإخبارية وقالت هذه الأخبار المتداولة من خلال رفع أصعار حج 2023 أخبار مقلوطة وغير صحيحة على الإطلاق وقالت في بيانها أن أصعار الحج السياحي بكل برامج الخمس نجوم والاقتصادي والبري سابتة منذ إعلانها في الضوابط المنظمة لحج 2023 ولم يطرع عليها أي تغيرات وأعلن أيضا أن تلك الأصعار تم حسابها عند إصدار ضوابط الحج إلى الآخر شهرين على أساس سعر الدولار 8.17 جنيه أعلن أيضا أن شركات السياحة قامت بالبدء في التضامن فيما بينهما استعدادا لتنفيذ رحالات حج 2023 وذلك بعد الإعلان عن الفائزين بالحج السياحي لعام 2023 وأعلن أيضا أن هذه التضامنات بين شركات السياحة ستستمر حتى غدا الخميس 11 من مايو لعام 2023 أما عن آخر أخبار الحج العام 2023 من وزارة الحج والعنفة السعودية أعلنت وزارة الحج والعنفة بيان لها نشر على المواقع الإخبارية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفيه أن وزارة الحج والعنفة تعلن عن تمديد فضرة استقبال طلبات الترخيص لنشاط خدمات المعتمدين وزوار المسجد النبو الشريف من خارج المملكة العربية السعودية حتى يوم 30 شوال 1444 كما أعلنت أيضا بالنسبة لحجاج الداخل المسجدين لأداء حج 2023-1444 في حال رغبتكم بإلغاء حجزكم لحج هذا العام 1444 بإمكانكم مباشرة طلب الإلغاء من خلال موقع الوزارة أو من خلال تطبيق نسك دون الحاجة إلى إلغاء تصريح من منصة أبشر أما عن آخر أخبار المملكة العربية السعودية أعلنت أخبار السعودية ومفسد الأرصاد يحزم رياح نشطة تجاوى سرعتها 45 كم في الساعة هذه أفياح ستكون مصير للأتربة والغبار اعتبارا من غدا الخميس الموافق 11 مايو لعام 2023 حتى يوم السبتة على المناطق عدة ومن هذه المناطق الجوف والحدود الشمالية وتبوك والأجزاء الشمالية من المدينة وحائل وفياض والقسيم والشرقية هذا ما أعلن حتى الآن حول حج 2023 وأخبار السعودية انتظرونا بإذن الله بكل ما هو جديد أتمنى لا تنسوا دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة وضمتم في بعيد الله وحفظي والسلام عليكم ورحمة الله